مدينة المحرق موقع مسار اللؤلؤ لكونه يعكس غنى التراث المادي والمعماري لمدينة المحرق ويوثق لفترة كان اللؤلؤ فيها عصب اقتصاد البحرين وسيعمل السوق على الارتقاء بالمجتمع المحلي ويعزز جهود التنمية المستدامة في المدينة افتتاح السوق القيصرية حدث يعيد الذاكرة إلى الدور المهم لهذه السوق التي لعبت دورا أساسيا في تشكيل اقتصاد اللؤلؤ في البحرين حيث شهد الافتتاح مشاركة عدد من أصحاب المحلات والتجار والمهتمين بالشأن الثقافي والحضاري للمملكة وهو ما يؤكد على المكانة المهمة لهذه السوق التي تتكون من خمسة مباني تاريخية تقع ضمن مسار اللؤلؤ المسجلي في منظمة اليونسكو للتراث العالمين طبعا هذا المساء نفخر بأن يكون هناك انطلاقة جديدة لسوق القيصرية بمدينة المحرق العريقة طبعا تأتي من رؤية معالي شخمي بنت محمد رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رؤية وهاجز بمحبة كبيرة تحافظ على المعالم الأساسية في هذه المدينة العريقة أتت هذه الفكرة قبل أعوام كان هذا السوق مهدد بالهدم مهدد بالتغيير أتت معاليها بفكرة إنقاذ هذا المكان إعادة ترميمه إحياءه مرة أخرى وهذا المساء نحتفل بتصميم عصري بعمارة حديثة توازي العمارة القديمة لهذا السوق العريق فنحن أيضا فخورين جدا بالشباب المبدعين بالطاقات المحلية بالبحرينيين الذين يمتلكون خبرات في التصميم وفي مواد مختلفة فنون وملابس وغيرها من تصاميم يكونوا معنا هذا المساء في افتتاح سوق القيصرية بهذه التشكيلة من ما نملكه هنا في مملكة البحرين من طاقات شبابية إبداعية وأيضا إعادة روح هذه المدينة إعادة هذا السوق بالتجارة التي نعهدها افتتاح هذا المشروع الحيوي لهيئة البحرين للثقافة والآثار جاء بمشاركة عدد من المحلات التجارية المعاصرة إضافة إلى احتوائه على المقاهي وغيرها من المحلات في قلب السوق تلك السوق التي جذبت المحل التجارية والأفكار الإبداعية لتشكل هذه اللوحة الفنية العريقة هي مبادرة صراحة جدا جدا جميلة من هيئة الثقافة والآثار وكل العاملين عليها بالعكس إعادة تجديد المحرق بالنسبة لنا احنا فرحين بهذه الشيء لأن احنا أصولنا بعد ترجع لمحرق وطبعا احنا ياتفترة كان السوق شوي تغير علينا فلما الشباب خاصة الشباب البحرينيين يوني يفتحون محلات يديدة يحيى المكان وبعد الناس يبتنون يعرفون يدشون في المحرق الناس عادتنا حين توجهت حق المجمعات حق الممكن اللي له يمكن ما لها هذه العمارة البحرينية وخاصة أن المحرق وفي سوق الغيسرية عندنا العمارة القديمة تنمزجوا العمارة اليديدة فلها طابع جدا حلو فيعني نتأمل نتأمل أن هاي المشاريع التم وتكمل وخاصة مع طريج اللول وبعد فبالعكس نتأملين خير أن السوق كله يحيى بشعبة بالبحرينيين بالمقيمين هنا بالسواح لأن البحرين فعلا المحرق تراوي البحرين إيهي شنون مفتوحة على الكل وعلى كل المجتمعات وكل الجنسيات حبّة أشكر وايد هيئة الثقافة على الجهد اللي هما بدلوهني في المحرق خاصة أنه دي المكان يحمل لنا وايد ذكريات حلوة كبحرينيين وبعد كجمعية جمعية أيادي بعد إحنا وايد ساعديننا هما تذكروننا ودعونا حق الافتتاح أن نحن نعرض في منتجاتنا اللي قاعد نبيعها لصالحة الجمعية فحبّة أشكر بالتحديد الشيخة هالة والشيخة مي على جهودهم اللي قاعدين يبدلونهم وايد في المحرق وبالأخص سوق القيصري اللي صار وايد حلو ما شاء الله مسار اللؤلؤ هذا الموقع الشاهد على اقتصاد جزيرة المحرق هو ثاني مواقع المملكة البحرين المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ويمتد ما بين شاطئ قلعة بوماهر جنوب المحرق وصولا إلى مجلس ومسجد سيادي في قلب المدينة التاريخية عندما تمتزج العراقة برؤية عصرية تتشكل هذه اللوحة الفنية التاريخية في قلب محافظة المحرق لتشكل لوحة فنية وثقافية وسياحية تسمى بسوق القيصرية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين